تعالوا بقى نروح لخبر عن المكتب التنفيذي للنادي طبعا برئاسة الأستاذ العاملي فاروق اتخذ فيه اجتماعه بالأمس العديد من التوصيات للعرض على مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل وجاءت توصيات المكتب التنفيذي كما يلي دراسة التجهيزات الخاصة بالاستعداد لفتتاح فرع النادي الجديد بالتجمع الخامس والعروض المقدمة من الشركات الخاصة بأماكن جلوس الأعضاء والتجهيزات الداخلية للمبنى الاجتماعي دي نقطة نقطة تانية دراسة العروض المقدمة من احدى المؤسسات لتوفير خدمات الرعاية الصحية لأعضاء النادي من خلال عدد كبير من مقدمة تسهيات الطبية في العديد من المستشفيات ومراكز التحليل والأشعة المتشرة في كافة أنحاء الجمهورية دراسة تطوير خدمات النقلة الداخلي اللي هي الجولف كارل طبعا لخدمة أعضاء النادي مع وضع رؤية مستقبلية لضمان توفير أحدث وسائل النقل في هذا الشأن مع مراعاة كفاءة التشغيل والصيانة الدورية لهذه الوسائل وطبعا كلها نقاط في منتهى الأهمية بتفهم معك جدا